بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة دي ان شاء الله انا هتكلم فيها على اسلوب الصيانة المشاكل اللي ممكن تقع فيها وانت بتعمل عمليات اصلاح فبعض الاحوال نتيجة الظروف المحيطة بتضطر تعمل عمليات اصلاح مش بالمواصفات المطلوبة يعني بتعمل بتمشي الحال بتعمل بتنقذ ما يمكن انقاذه الحلقة دي صديق جالي كانت الحلقة دي متصورها في العيد الفطر الفات صديق بتشغل السيارة بتاعته لقى فيها لمبة وفيه مشكلة فيه التشغيل بتغيب في التشغيل ممكن تبطل وهو ماشي طبعا الدنيا كلها اجازات جينا عملنا حاطينا على جهاز الفحص شفنا العيب طبعا بندخل على الكمبيوتر بنعمل الريد كود الانجين كلام اللي احنا حافظينه دايما ده المهم الكمبيوتر اظهر دلوقتي ان فيه عندي مشكلة في حساس عمود كما الاداء خاص بالحساس مش مستقر يعني بيشتغل ويقف طبعا احنا تعلمنا قبل كده لما تطلع كود زي ده ما ناخدش بعضين نغير الحساس على طول لازم نتأكد الكرابة اللي داخلها واللي طلعه سليمة الحساس نفسه احتمالية تلفه اقل من مشكلة في التوصيل الحساس طبعا ازا ما احنا عارفين قبل كده موجود دايما عند رأس المكان من فوق في وش المكان من فوق يمين شمال قدام وراء في النص المهم ده حساس عمود الكامل طبعا للوهلة الاولى بالشكل ده كده دي غالبا اسلاك شايفين اشت سلك عامل ازاي صيرا قديمة السلك بتقال عليه بالمصر متحمص يعني المادة العازلة البلاستيك نشف شايفين مش شقق في اسلاك مقطوعة وملحومة وفي سلك رحية اليمين متعلق على شعرة سلك واحدة والسلك التاني اللي هو اقصى اليسار مقطوع ومش واصل بيتهازل عشان كده بيديلي دايما الكود ساعات العطل بيشتغل وساعات لا العطل بيظهر وساعات ما بيطلعش على حسب السلك بيلمس مع بعض ولا لا نتأكد طبعا ان فيه اصلا الكهرباء جاية صح ما حصلش شورت قفلة سيركت على الدايرة دي طبعا موصل طرف سالب على البطارية وجاي باللقافو متر على الستة فولت وبقى ايس كده اه اسف الاربعين فولت واشوف فيه كهرباء باور جالي اتناشر وستة من عشر يبقى الباور فعلا جاي صح الطرف التاني اللي هو او السالب ماشي موجود شايفين الوضع عامل ازاي طيب الحل هنا ايه الحل طبعا حنعزل السلك حنضفه بالاسبري منظف الالكترونيات الجاف ونلحم الاسلاك دي فيه هنا بقى مشكلة احنا نضف هنا وانا منظف الالكترونيات عشان اي رواسب اي زيوت اي حاجة تبقى اللحمات والتواصلات سليمة طبعا دايما التنضيف بيبقى في الفيشة وجسم الحساس نفسه انا هفك موضي كما طيب انا حقيس كمان القوم اللي موجود في الحساس نفسه لاني واضح السيارة فيه اهمال زي اغلب الناس ما بيفتحش الكبوت اللي لما يكون فيه عطل والاسف دايما العطل بيحصل لما يكون انت مستعجل مسافر بحث تعمل زيارات عائلية في العيد في العمل اي حاجة فهنا مدنيش شرط ما بين كل طرف والتاني ما يديش صفر ما يديش سيركت ما يديش شورت يعني تمام الحساس ده سليم كده طيب انا لاتي عايز اتاكد بقى ان الكهرباء اصلا انا الباور شغال والجراوند عايز قد دلاتي اشوف الطرف اللي هو اقصى اليمين اللي هو السيجنال السيجنال ده انا هشغل محرك دلوقتي واشوف دلاتي المفوت ده يديني فولت الشحن كده انا لسه ما شغلتش اتنشر ونص ده الجراوند ده كده السيجنال اللي هو خمسة فولت شغل يا محمود كده؟ اهو داني كده خمسة فولت يبقى كده الحساس كده شغال صح السيجنال السيجنال بتاعته سليمة انا شغل المحرك شايفين بقى اللي بيحصل لازم الابوميتر نيطلع حبيسي لان شكل الاراية الخاصة به بتكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده لما احنا شايفين نمر واحد نمر اثنين ده حساس عمود الكرانج نمر واحد حساس عمود الكامل بيبقى قول نقف عشان كده الابوميتر ما بيلحقش يدي قراية بيلحقش يديك صفر وخمسة فبيديك المتوسط اللي هو الاثنين او الثلاثة فولت طيب انا هنا جيت الحم لقيت فيه بقى مشكلة حصلت السلك اللي هو ناحية اليمين اللي كان متعلق على شرائط قطع وشايفين القطع فين بقى مقطوع من جوه من جوه جسم الحساس نفسه او شايفين واضحة طبعا واضحة جدا ناحية اليمين السلك مقطوع من بداية فشة الحساس طبعا احنا قلنا في اجازات اعياد مفيش اي محلات او اي اماكن نقدر نجي منها الحساس طب ايه الحل اللي بقى في الحالة دي طبعا بنضطرد طبعا قلنا تاني اسلوب اصلاح مش سليم ولكن انت تقدر تنقذ ما يمكن انقاذه واحد عايش يمشي بالعربية بتاعته يقضي مصالح الحل دبوس اللي هو زي ستتستعمله في الدرح وحنستعمل الدبوس ده قطعة سلك يعني انا هحط الدبوس جوة الدنة اللي فيها القطع والسلك اللي هو بتاع ده سلك السيجنال الاشارة هنلفه على الدبوس زي ما احنا شايفين هي الفكرة سهلة بس انا بتكلم انت تقدر تشغل عقلك وتقدر تتخطى المشكلة بافكار بسيطة تاني عشان في لاز بتحب تكتب كومنتات ده مش اسلوب اصلاح لكن انت في مشكلة مفيش محلات قفلة واحد عايز ياخد السيارة بتاعته يكمل المصلحة بتاعته وصلحها باي شكل طبعا مهم جدا التوصيل يكون ثابت العازل جيد جدا عشان ما يعمليش شورته يعملي قفلة ندخل في مشاكل تانية الدبوس دخل جوه لغاية البنة الخاصة بالحساس بالفيشة نفسها كده اهو ستلاقي كلها بعيدة عن بعضهم وحاجرها بالسجن هشوفها شغالة او لا قلنا طالعها نازلة انه ده بيديك متوسط الجراون الجراون انا طبعا شفته على الجاكده الباور الجراون طبعا جربته على بقامة البازر بالكونيوتي بالتوصيل على سلم البطرية شغاله بس وبعد كده عزلت كل ده بشريط العازل اللي هو مجازة تشكير تقول الوقت ما ربنا يسهل وييجي وبعد كده نعمل اللحمات ونبدل الحساسة طبعا ندخل على الكمبيوتر الاعطال ونمسح العطل ده اسلوب عمل اي مشكلة تقدر تتخطاها وطبعا اهم من كده جماعة الصيامة دايما تعمل صيامة ما نعملش الاصلاح لما العطل يحصل لانه بيعملي مشاكل كتير كده مسحت وكده تم الاصلاح الموضوع سهل بس تاني نخلي بنا احنا بنصلح الاسلوب ده بيكون تصليح مؤقت فقط لا غير كده خلصنا كل حاجة مفيش اي اكوان بس كده والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة